عمل المرأة بين القبول والرفض هو موضوع حديث العيلة لهالأسبوع رح نناقش الموضوع ولكن من وجهة نظر أخرى هي من وجهة نظر الرجال شو رأي الرجال بعمل المرأة؟ هل هم مع أم ضد عمل المرأة؟ رح يشاركني الحديث ضيفي أهلا وسهلا فيكم الدكتور ركان الراوي خبير تطوير الموارد البشرية والأستاذ محمد قشطاء خبير تربوي أهلا وسهلا فيكم نوتونا قبل ما نبدأ نقاشنا رح نستعرض بعض الآراء ومنرجع لكم خلي مرتك تشتغل؟ لا ليه؟ ما عادي أنا عندي ربة أولاد يعني مسؤول عن أولادها بس ما لو كان في مجال مثلا تشتغل تشتغلها ما عندي يعني مشكلة أنت متزوج؟ لا لسه إذا تزوجت بتخلي مرتك تشتغل؟ بخليش تجوز ليه؟ بخليش تشتغل لأن المجتمع تبعنا بيزبطوا شفي النسبان يشتغلو متجوز الحمد لله بتخلي مرتك تشتغل مرتك؟ لا طب بتخليه بتشتغل؟ أكيد لا ليه؟ يعني شوف مجتمع العربي خنحكي الرجل الشرقي خاصة ما بفضل الشغل يعني متزوج؟ نعم شيدي مرتك تشتغل؟ طبعا لا ليه؟ لأنه غلط أكبر شغل للمرأة ليه؟ لأنه لها واجبات بيتية في أولادها بجوزها بأهل بيتها بتخلي مرتك تشتغل؟ إذا عندها رغبة ما في مشكلة يعني شو رأيك بعمل المرأة؟ عمل محق ما في أي مشكلة في حال إذا عندها الرغبة ما عندها مشكلة يعني ممكن مرة تشتغل المرأة نصف المجتمع فإذا احنا بتشتغل لكن في المجال اللي هي بتنتج فيه يعني ما تشتغل المرأة كعامل بناء ما عندها القوة بتشتغل في الأماكن في أماكن المرأة أحسن من الرجل متزوج؟ جديد والله إلي سنة وشهر طريبا بتخلي مرتك تشتغل؟ هي بتشتغل؟ هي بتشتغل آه وشو رأيك بشغلها؟ آه تمام طالما أني متطمن عليه وهي قد حالها ومرة تماما ما عندي مشكلة يعني بتخلي مرتك تشتغل؟ والله الأوضاع بدها يعني حقيقة آه كتير من أصحابي صراحة يعني صاروا يتجوجوا عفوا يتجوزوا بنات متعلمين وكذا يعني بقول لك بتسعدني شوي فهيك الوضع يعني متزوج؟ أنا لا مش متزوج بتخلي مرتك تشتغل إذا تزوجها؟ أكيد في ضل الظروف المور فيها أكيد طبعا تتغل؟ أنا أواشي مش متزوج إذا تزوجت؟ لا بخلي هاش تشتغل إيه؟ إيه؟ خلاص المرأة أفضل إشي مكان لها البيت هي أفضل إشي مكان لها البيت آه بتخلي مرتك تشتغل؟ آه ليه؟ عشان الظروف صعبة صارت فلازم تساعدك تزوج؟ متزوج آه تخلي مرتك تشتغل؟ حسب قبيعة الشغل يعني من شغل لشغل فيه شغل مناسب للنساء وفيه شغل مش مناسب ستزوجت إن شاء الله بتخلي مرتك تشتغل؟ ليش لا؟ ما في مشكلة حقها يعني كل واحد متعلم وتعب ودرس حقه يوخذ ثمر التعب واللي هي الشغل بحالة تزوجت بتخلي مرتك تشتغل وش رأيك بعمل المرأة؟ بالصراحة لا أنا لا ما رح أشغلها بس يعني عادي يعني هي المرأة هي بتختار بس لما يكون في زواج وهيك يعني خلاص بصر مرسع بشوي دكتور ريكان يعني متل ما سمعنا الأجوبة والآراء البعض كان مع والبعض الآخر ضد عمل المرأة شو رأيك بالموضوع؟ بداية شكرا جزيلا على الاستضافة في هذا البرنامج بالعودة إلى سؤال حضرتج السؤال أنا فيه تقديري قد يكون سؤال كبير لكن فيه تقديري له إجابة محددة وواضحة أنا شخصيا مع عمل المرأة من حيث المبدأ طبعا لمجموعة من الإيجابيات اللي ممكن تتحقق نتيجة هذا العمل هل طبيعة العمل مفتوحة من دون أي قواعد ولا ضوابط؟ بالتأكيد فيه هناك ضوابط أو قواعد تتناسب مع طبيعة المرأة حياتها اتزاماتها الأسرية العائلية مسؤولياتها المختلفة في الحياة لكن على الرغم من هذه المسؤوليات الأصل في تقديري أو الأفضل في تقديري أن يكون إلها هناك عمل وظيفة معينة أو ممكن نسميه مصدر دخل معين يساهم في بناء شخصيتها أولا إعطاءها ثقتها بنفسها إضافة طبعا إلى أهمية العائد المالي اللي هو طبعا رح يحقق لها شيء من الاستقلال المالي بعيدا عن الأب أو الأخ أو الزوج أو أي شخص آخر أستاذ محمد هو ذكر موضوع أن استقلالية المرأة تنبع من عملها وأنه رح تكون هي التابعة للرجل ما بيعتبر في بعض الأحيان استقلال المرأة ووجود دخل مصدر رزق لإله خاص فيها أو استقلالية عن الرجل سبب لمشكلات زوجية ممكن تصير؟ هذا الموضوع سلاح ذو حدين لأنه كأندما تكون المرأة لديها استقلالية مادية وذمة مالية خاصة هذا بيدفعها أنها لا تستطيع أن تواجه كثير من المشاكل وقد تطلب الطلاق مع ضغوطات أو مع تكرار هذه المشاكل لأنها ليست في حاجة مادية إلى الرجل فكثير من السيدات كما تفضل الدكتور تابعات للزوج في الزمة المالية هي محتاجة مصدر دخل وبالتالي بتتنازل عن أشياء كثيرة جدا في مقابل أنها تجد من يؤمن لها حياتها أما إذا كان لديها الدخل الثابت من كسبها فهي بكل لديها استقلالية أكثر ثقة بنفسها أكثر قدرة على اتخاذ قرارات أكثر ولكن بشرط أن لا يؤثر ذلك على حياتها الزوجية الأصلية وحقوق زوجها كزوج وحقوق أبنائها في التربية وفي الشعور بالمحبة والاحتواء وما إلى ذلك كيف المرأة ممكن ما تتأثر بين حياتها الزوجية وبين عملها؟ هل فعلا المرأة قادرة على أن تحمل أكثر من مسؤولية على عكس الرجل كما يقال ولا هو مجرد تنظير غير قابل للتطبيق؟ يعني لما نجي إلى الواقع من لا الموضوع صعب صحيح المرأة التي تحمل تسعة أشهر وتلد بين ألم يسمونه تكسير العظام هي قادرة الله سبحانه وتعالى حبها بهذه القدرة هي قادرة أن تواكب وأن توائم بين حياتها كمرأة عاملة وكزوجة وأم ولكن بضوابط معينة أولا إذا كان الزوج نفسه مقتنع بعملها يقدر يساعدها يقدر يدعمها يقدر يأخذ بيدها ثانيا أن هي ترتب أولويتها وتنظم وقتها أيضا كثير من الأمهات العاملات بتعطي تعليمات لأبنائها مثلا الأطفال يرتبون غرفا ومنظقونها كذا كذا معظمهم بيستعين بمدبرات المنزل يساعدونها في الأعمال التي من الممكن أن لا تقوم بها الزوجة لكي تتفرغ في الوقت المتبقي لها من عملها لتمارس حياتها كأم وكزوجة فهي إذا استطاعت أن تنظم وقتها وتختار العمل الذي يناسب طبيعتها ويناسب قدرتها ويناسب وقتها حتى لا يطغى على دورها كزوجة وأم لنا هذا هو الدور الرئيس البيت الذي ليس فيه امرأة أهل أشقياء ومحرومون فبالتالي يجب أن لا يطغى هذا الجانب على دورها الأساسي لما ترجع منهكة هي محتاجة اللي يساعدها ذكر موضوع جدا مهم أنه هي رح ترجع منهكة فمحتاجة مين يساعدها ممن الأفضل بقاءة من البيت من أنه تستعين بحدا من الخارج يعني كمربية أو أي شخص آخر ممكن يساعدها يعني سؤال حضرتك عن الأفضلية أعتقد قضية الأفضلية هي قضية نسبية يعني تختلف من أسرة إلى أخرى من عائلة إلى أخرى بالتأكيد يعني بشكل عام ما أعتقد إحنا رح نقدر نضع قاعدة ثابتة وبعدين هذه القاعدة تطبق على جميع الأسر وجميع العوائل المسألة مرتبطة بمنظومة العادات والتقاليد مرتبطة بعدد الأطفال أو الأبناء الموجودين في الأسرة مرتبطة بقضية التعليم يعني أنا دائما أقول يعني مرأة قبل أن تتزوج بذلت جهدا كبيرا في قضية التحصيل العلمي خاصة إذا ربطنا بمسألة الإنفاق أن هذا التحصيل كان مكلفا إلى أن حصلت على الشهادة أي أن كانت تلك الشهادة طيب لاحقا بعد أن كونت أسرة وأصبح لها زوج وأولاد وبنات وما إلى ذلك هل هذه الشهادة التي بدلت فيها جهد بدني ذهني أهلها يعني والدها والدتها بدلوا معاها جهد في قضية الدراسة طيب ثمرت هذه الشهادة العلمية أين ذهبت؟ هذه مسألة المسألة الأخرى نحن نلاحظ يعني خلال السلوات ولكن خليني بس ثين نقطة يعني نقاش الرجال بيعتبروا أن المرأة هي تدرس لتتعلم أطفالها وليس لا تشتغل مهما بدأ يعني يعني هذا نظرة مجتمعاتنا أنه المرأة عم تتعلم عم بتتوصل لمراحل دراسية لها هي تربي أطفالها وليس لا تطلع للخارج يعني نظرة ربما موجودة عند البعض لكن أنا شخصيا يعني لست مقتنعا بها هذه واحد اثنين بالنسبة لتربية الأبناء والأبناء يعني في السنوات الأخيرة نحن نلاحظ عدد أفراد الأسر خاصة يعني في المناطق الحضرية أو في المدن يمكن في المناطق الريفية شوية مختلفة عدد الأفراد بسيط يعني هم يعني بشكل عام اثنين ثلاثة إلى آخره عملية تربيتهم مسؤولة عنهم بشكل مباشر كم سنة ثم من يدخلون المدرسة الابتدائية يبدون يصير عدهم شيء معين اعتماد على الذات يبدوا يصير عدها وقت فراغ كبير غير مستثمر النقطة يمكن أني أشار لها أستاذ محمد مشكونا قبل قليل يعني وقت الفراغ بحد ذاته أنا أشوفها يشكل مشكلة رح تبدأ هي تفكر كيف أعبي هذا الوقت بالنشاطات ربما تكون غير مثمرة هذه هي النقطة يعني ذكر موضوع الوقت الفراغ المرأة هلأ بتطلع بتشتغل تقريبا ما يعادل تسع ساعات رح ترجع منهكة هل عندها الطاقة نفسها التي تقابل زوجها نفس المرأة التي هي ما عندها أي التزامات هي رح تكون مضغوطة بالشغل وعادة المرأة بطبيعتها حساسة يعني إذا صار أي خلاف مع أي أحد من أصحاب العمل فهي بدأ ترجع تفرغ شحنات وطاقات سلبية في المنزل على عكس الرجل فهي بدل ما تكون وعاء هي فرغت هذه هي ما عادت هذا الوعاء فهذا ما رح يسبب مشكلة قلنا أن الزوج مهم جدا أن يكون مستوعب للزوجة ومقدر لضرها في هذه الحالة بيكون معين لها أيضا الزوجة أيضا عليها عامل كبير جدا في اختيار العمل المناسب يعني إذا تلقوا بأيديكم إذا التهلوكة هي إذا اختارت عمل شاق بتضمر أسرتها وبتتعب نفسها وبالتالي بتعيش في دوامة وتدخل في مجال من المشاكل الأسرية بغض النظر العمل حاليا ما عاد كالسابق عمل متعب إلو ساعات محددة حتى ولو سلك التدريس المعتاد ولكن هناك مهن يعني مهن تستطيع المرأة أن تبدع فيها والمرأة قادرة أن تبدع في أي مجال ونحن في هذا العصر أصبحت أولوية أن تعمل المرأة وتنطلق جنبا إلى جنب ويمكن لها لأن حرام نحرم المجتمع من طاقات وقدرات المرأة يعني أنت برأيك بتوافق رأي تماما أنه عمل المرأة ما بيأثر على الرجل أبدا؟ إحنا ما نقدر نقول ما بيأثر أبدا لكن هي المسألة يعني أي إنجاز في الحياة إلو ثمن ما في شيء بدون ثمن سواء كان عمل المرأة أو أي عمل آخر أو أي نشاط ثاني فهي من تتعمل تتحقق إنجازات تتحقق أهداف هل هذه الإنجازات ما بيها يعني خلينا نقول آثار جانبية سلبية ممكن يكون فيها آثار جانبية سلبية لكن عن طريق الموازنات يذكرها أستاذ محمد عن طريق الموازنات وضبط الأوقات مساعدة أفراد الأسرة لها مهم جدا يعني هذه الجدولة أو ما يعرف بإدارة الوقت بشكل عام هذه يجب أن تدخل في معادلة النجاح قدر الإمكان ما أقدر أقول حتى نلغي الآثار الجانبية السلبية لعمل المرأة لكن على الأقل نجعلها في مستوياتها الدنيا وبالتأكيد أنا فيه تقديري عمل المرأة إذا ناخذها على المدى المستقبلي المستقبل القصير المتوسط البعيد على المدى المتوسط والبعيد لحياتها أنا أشوف رح يكون له كمية كبيرة جدا من الإيجابيات ممكن على المدى القصير أو على المدى اليومي تكون فيه هناك شيء من التضحيات شيء من التعب شيء من الصداع ربما شيء من الطاقة السلبية اللي ذكرتيها حضرتك عندما ترجع إلى البيت تصدر هذه الطاقة إلى الآخرين ربما شيء من هذه الأمور حتى نكون واقعين قد تكون موجودة لكن هل وجود هذه الأمور يعني يجب أن يقودنا إلى أن نكون ضد عمل المرأة هذه اللي شخصية ما مختلفة فيها لكن ليش بعض الرجال اللي بيرفضوا عمل المرأة برأيك؟ يعني في شريحة كبيرة ترفض عمل المرأة أولاً بيعتبروها يعني في عادات تقاليد نظرة المجتمع أصلاً في بعض المجتمعات اللي خلينا نقول يعني بيرفضوا أن المرأة تعمل وتحتكل بالرجال وتقوض هذا الميدان أحياناً بعض الرجال الذين ليس لديهم ثقة بالنفس يعني بتصيب الغيرة من عمل المرأة قد تنجح وقد تتميز وقد تتفوق وقد يعني تزيد عليه شهرة أو كذا فيشعر بالغيرة كرجل أيضاً بعض الرجال بيعتبرها انتقاص من رجولته أنا المسؤول أنا صاحب القوامة وأنا المفروض أصرف وأنا المفروض إن الزوجتي تكون يعني وفيها كل الطلبات فبيعتبرها يعني انتقاص من رجالته طيب بهذه الحالة إذا هو توقف عن العمل ما رح يكون المعين ولكن مهمة جداً إن المرأة تعمل إنها بتكون معين لزوجها كثير من النساء لا قدر الله عندما يصب زوجها بمرض أو بيحصل أي شيء هي بتعول الأسرة وكثير من النساء يعني بيربوا بيبنوا بيوت بمفردها إذا أصب زوجها أو حصل أي شيء أو توفى يعني لقدر الله وهذه أمور كثير جداً وعندنا نمازج كثير جداً إمرأة تقود بيت وتربي وتخرج أطباء ومهندسين وهوائل آخر طيب في حال أن المرأة هي استلمت زمام الأمور لسبب ما الرجل توقف عن العمل أو ما لقى عمل مناسب له هل الرجل قادر على أن يحمل المسؤوليات اللي لازم تحملها داخل البيت ولا بيرفض يعني هذه قضية أيضاً أعتقد نسبية لكن الجزء الكبير من الرجال أتوقع ما عندهم قدرة على أن ينهضوا يعني بالمسؤوليات الكبيرة التي تنهض بها المرأة داخل المنزل على وجه التحديد أكذا لأنه في جزء كبير من المسؤوليات أنا أعتقد تحتاج شيء كبير من الصبر وأنا أعتقد الصبر عند المرأة أكبر بكثير منهم عند الصبر عند الرجال خاصة إذا تكون مسؤوليات تتعلق بالأطفال أو ما إلى ذلك بس إذا تسمحي لي في النقطة اللي أثارها أستاذ محمد مشكوراً أنه الرجل إذا حدث له شيئاً يعني أنا ما أعرف ليش في جزء كبير من الرجال يفكرون بطريقة أن المرأة لازم يعني دائماً رح يتوفر لها شخص ينفق يا جماعة مو دائماً يتوفر هذا الشخص يعني مو دائماً أن النساء يحصلون أب أو أخ أو زوج أو ابن في كثير من الأحيان يجدون نفسهم في هذه الحياة يعني حالهم ولكن سنة الحياة هي أن الرجل هو اليونفق إن وجد لا بأس ممتاز إن وجد لكن ممكن تكون بنت درست ولم تتزوج هذا مثال أن يكون والدها وأخوها وزوجها حتى لو كانوا فرضاً موجودين توفوا، سافروا، هاجروا، حدث ما حدث وجدت نفسها في هذه الحياة بمفرديها من ينفق؟ هل فعلاً تتحقق حرية المرأة دوماً خارج العمل؟ مو هي يعني عندما تتحضلت تتكلمين عن الحرية هل هي نقصد الحرية المالية فقط على وجه التحديد؟ أعتقد مفهوم الحرية هو مفهوم مواسع على علاقة بها يعني الحرية الذهنية، الاستقلالية في التفكير، الاعتماد على الذات، الثقة بالنفس، بالإضافة إلى موضوع الحرية المالية، يعني ليش نفكر بطريقة أن المرأة لازم دائماً يكون في حد هناك مسؤول عن طريقتها بالتفكير، مسؤول عن اتخاذها للقرار، مسؤول عن إنفاقها، يعني تحتاج، إذا تحتاج درهم، لشراء سلعة معينة، هي من وجهة نظرها سلعة مفيدة، تجي على الرجل تطلب من عنده هذا الدرهم، يقولها لا والله أنا ما قابل، فبالتالي هي لازم إيش؟ لازم تقول لها سمعنا وضاعا بس يعني هو مهمة الرجل أو خلينا نقول بعقد الزواج أن الرجل هو اللي يصرف، المرأة هي يعني شريك بالحياة ولكن ما بتشاركه الإنفاق حتى بالشرع والدين هي حرة بمالها، فلاش المرأة تصرف على نفسه هي بمنظومة الزواج؟ المفهوم أن هي تكون عضو فاعل ومنتج في المجتمع لأنه في بعض الحالات أن الرجل يزوج بمرأته أنه تشتغل بزوجته أنه تشتغل لتصرف عن نفسه بغض النظر أنه هي تكفيني مصاريفها وهي تصرف على نفسه وأنا أصرف على نفسي فوين التشارك بالزواج؟ وين صار مهمة الرجل؟ الإنفاق على البيت بشكل عام كمسؤولية أساسية هي مسؤولية الرجل هكذا، لكن المرأة إذا كان لها مصدر دخل وأرادت أن تشارك في دعم الرجل وفي دعم نفقات الأطفال وما إلى ذلك أنا إذا كان مقتدر في بعض الأزواج أنه زوجتي تعمل يجب أن تشاركني مثل ما أنا سمحت لها أنه تخرج خارج المنزل وتشارك تطلع تغضي وقتها خارج المنزل فهي لازم تشارك هذه تعتمد على مسألة أو قضية الاتفاق فيما بينهم يعني أنا أعتقد أحيانا أسمع أنه في عقد الزواج وتثبت مثل هذه الأمور أنه المرأة إذا كانت تعمل وإلها مصدر دخل يثبت في عقد الزواج هذا المال الذي ستحصل عليه كيف سيقسم أو كيف سينفق لاحقا أعتقد أن العلاقة الأسرية أو العلاقة الزوجية إن تمت يعني يفترض يعني تكون أرقى وأسمى من قضية تدوين هذا لك وهذا لي يعني إحنا ما دلنا نتحدث عن مؤسسة إدارية فيها عقد والعقد شريعة المتعاقدين يعني يفترض العلاقة تكون أسمى بحيث أن يكون فيه هناك يعني مودة ورحمة ومحبة بحيث يكون فيه هناك يعني يسمو على الجوانب المادية يعني إحنا نبقى في الفكرة الأساسية يعني الفكرة الأساسية أنه هو يعمل وهي تعمل ويتشاركون مع بعض في دفع مسيرة الأسرة نحو بر الأماء شكرا جزيلا إليك أستاذ محمد قشطة الدكتور ريكان الراوي سعدت جدا بلقائك شكرا لك نورتونه أهلا وسهلا فيكم شكرا جزيلا خير مشاهدينا خليكم مكملين معنا فاصل صغير وراح نروح لباقي فقرات حلقتنا لهالأسبوك